لا أقبل إطلاقا أن يتأخر رفع اسم المملكة ودول التحالف من القائمة يبدو أن أزمة التقرير الأممي بخصوص انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن ستأخذ منحا جديدا بعد إعلان الأمم المتحدة أنها ستعيد صياغة التقرير المتعلق بانتهاكات حقوق الأطفال في اليمن التقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة وبموجبه تم إدراج السعودية ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الإنسان أثار موجة من الاستياء لدى دول التحالف العربي الأمر الذي جعل بعثات دول مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة تطالب الأمين العام بانكيمون بتصحيح تقريره حول أطفال اليمن الذي صدر يوم الخميس الماضي والذي يلقي مسؤولية سقوط ضحايا من الأطفال على غارات التحالف العربي السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي وصف تقرير المنظمة الدولية بغير الموفق والمبالغ فيه الحكومة اليمنية أيضا رفضت التقرير وأتبرته غير منصف ويحتوي على الكثير من التحامل وهو موقف ينسج مع تصريحات المتحدث باسم التحالف العربي العميد أحمد عسيري الذي قال إن التقرير يحمل معطيات متناقضة وغير مبنية على أسس منهجية صحيحة التقرير مثار الخلاف كان قد أشار إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين قتلوا أو تعرضوا للإصابة في اليمن خلال العام 2015 إلى 1953 وهما يمثل نحو ستة أضعاف عددهم عام 2014 وذكر التقرير أن 60% من هؤلاء قتلوا أو أصيبوا في غارات جوية للتحالف العربي و29% منهم بسبب القتال البري وهجمات الحوثيين